اشتركوا في القناة هي بطيئة قوية جدا وإيجابية يعني بدها تركيز عشان تعرفوا الفترة الإيجابية القادمة إيش أهم الأشياء اللي تركزوا عليها القمر موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو راح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و7 دقائق من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم بيكون الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة لزوايا اللي اليوم راح تكون بدايتها طبعا عنها أول زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا راح تستمر من اليوم اللي هو 15-11 لغاية 28-11 وهي متشكلة بدرجة اقتران طبعا ذروتها يوم 21-11 الساعة 10 و54 دقيقة مساء هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بشكل قوي جدا وبتعطينا قدرة على الإقناع والمفاوضات والحضوض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي زاوية تاثراتها من اليوم اللي هو 15-11 لولي غاية 18-11 ذروتها يوم 16-11 الساعة 43 و42 دقيقة بعد العصر وعادة لما بتصير زاوية بين العطارد وبين المشتري إيجابية بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات بشكل كبير وبكون على الأمرين أمر يعني مثمر جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي زاوية طبعا من اليوم 15-11 ولغاية 22-11 ذروتها يوم 18-11 الساعة 9 و37 دقيقة مساء وهي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو اليوم تبدأ هي زاوية تسديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهي الزاوية يعني منفصلة يعني ما في الهيوم ذروي ولكن بتصير متشكلة هاي الزاوية وبعدين بتنتهي طبعا هي من اليوم 15-11 ولغاية 16-12 يعني ما يعدل شهر كامل هاي بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن في بعض الأوقات تسبب الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية طبعا هاي الزاوية من يوم 10-11 متشكلة هي بين المريخ وبين نبتون ورح تضل متشكلة لغاية 26-11 ذروتها يوم 19-11 الساعة 43 دقيقة عصرا بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناول الأدوي لأنهم ممكن يتناولوا أدوي بطريقة خاطئة وبتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو إشيء العلاقة بالنفط أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي منفصلة بين زحال وبين أورانوس طبعا هاي بتظل تأثيراتها ليوم 16-11 بعدين بتنتهي هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضطرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها عنا ثلاث زوايا بطيئة ذروتها اليوم وعنا زاوية مع القمر طبعا أول زاوية هي زاوية التسديس الإيجابية اللي بين عطارد وبين بلوتو طبعا اليوم ذروتها هي مستمرة لغاية الغد لغاية 16-11 ولكن ذروتها اليوم الساعة 22.27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتزيد من حد الذهننا وحدسنا ونقدنا وبتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين نبتون برضو هاي اليوم ذروتها هي مستمرة لغاية يوم 18-11 طبعا ذروتها ساعة 43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وهاي زاوية بتعزز الخيال القصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي ذروتها اليوم طبعا هي مستمرة لغاية يوم 17-11 ذروتها اليوم الساعة 9.35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبسهل إقناعهم وإن كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل طبعا هاي الزاوية بتعزز الدائقة الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك مثل الفن والديكور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا ذروتها الساعة 10.22 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية صباح اليوم التالي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وفي نفس اللحظة نبعد عن العمليات الجراحية إلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الأسد معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 16-11 رح يبدأ خلو المسار الساعة 11 و55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني أول ساعة من ساعات يوم الخميس الساعة واحدة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدة هذا القلو المسار هو ساعة وتقريبا أكم دقيقة يعني بنا نقول ساعة وعشر دقائق بعدها القمر بيستقر في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 21 يوم في تمام الساعة 7 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 100% الآن ولكن في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الأسد حتى يوم 17-11 هو الآن سعيد بنسبة 70% ولكن في ساعات الصباح بصير منتعس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيدة بنسبة 60% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لـ 85% في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 100% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 70% المريق في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنها الظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات ولكن بدك تحذر من ساعات الظهر شوي ممكن هيك يصير في عندك نوع من أنواع العصبية أو كلام غير يعني مبرر تجرح في أحبائك فحاول قدر الإمكان تبعد عن أي شيء له علاقة بالعصبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع تعاون ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم في بعض المصاريف الإضافية اللي بتيجي إما مصاريف عائلية أو حتى أعطال أو مشتريات بتتعلق بالبيت أو أحد أفراد العائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات ولكن في ساعات ما بعد الظهر انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حركتكم من بعض الإصابات أو من مخالفات السير أو أعطال العلاقة بالسيارات برضو بالمقابل انتبهوا لكلامكم ما تنتقدوا لأنه انتقاداتكم ممكن أنها تجرح بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا اليوم استحقاق مالي أهمش انكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمعن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهمش انه اليوم تتفائلوا ولكن برضو في ساعات ما بعد الظهر بدكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين حاولوا برضو انكوا تنتبهوا على أموالكم من المصاريف اللي ما إلها أي داعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية واليوم رح ترجع لكم نشاطكم وطاقتكم اللي كانت مفقودي بالأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وبإمكانكم تدعموا من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة وواقعية ببعض الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر ولكن أهم شيء أنه اليوم تحاول أنك تعطي حالك طاقة إيجابية عالية جدا وتنطلق لأنه الفرص ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم القمر موجود في برج الأسد يعني بيت متاعبكم فعشان هيك بتشعروا أنه التعب بسيطر عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوت فاهم أو التباس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وحاول أنك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك ضاعف مجهودك ولكن برضو اليوم بدك تنتبه من شغلك اللي بيوعدك بشيء اليوم اعرف أنه ما رح يوفي فيه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء أصدقائهم أو معارفهم وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينكم وبين بعض الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء ما تبقوا واحدين وحاولوا أنك تخرجوا للقاء الناس لأنه اليوم الفرص الإيجابية كلها بتيجي من علاقاتك الاجتماعية ومن خلال معارفك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وممكن تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم أو في مفاجأة أو خبر صار اليوم بينتظرك ممكن برضو لأنه القمر شوي بشكل زاوية تربيع ممكن من ساعات الظهر يعني تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية لأنه شوي في بعض الأمور الصعبة وبرضو اليوم حاول إنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة أو امتحان أو عمل أو بتشتد رغبتكم برضو بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة وداعمة لإلكم بقوة فعشان هيك اليوم ممكن تلتقوا بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وممكن تعززها العلاقات الاجتماعية خلال هذا اليوم وحتى العائلية لأنها هاي فترة مثمرة على جميع الأصعاد برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف ولا الزعل فعشان هيك بدك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرت أو موضوع مالي الأجواء على المستوى الأموال المشتركة جيدة وممكن اليوم تزديد فواتير أو حل وضع مالي سابق الأهم أنك تنتبه على أموالك حاول أنك ما تقرض حد وما تضمان حد برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن القمر موجود مقابلكم تماما ماشي هو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وتعزيز العلاقات مع شركائكم شركاء المال أو العاطفة ولكن اليوم ما بدك تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه ما بينفعك التوتر ولا الجدال فعشان هيك بدك تعالج كل التطورات بموضوعية وعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات وطاقتك شوي ضعيفة فعشان هيك ممكن شوي تشعر ببعض التقلبات بالمزج برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا لأنه القمر صار في بيت العمل والصحة فعشان هيك بدك تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عملكم أو ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بدك تنتبغوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا أنكم ما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بتراكم انجزوا الأعمال المهمة والضرورية وكون أكثر تنظيما وحاول أنك تحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات ما بينك وبين أحد زملائك أو معارفك وإهمال وضعك الصحي لأنه في بعض التقلبات الصحية وحاول أنك تأخذ قصد من الراحة وحاول أنك تكون عند حسن الظن هي من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر